مرحبا جميعا كيف حالكم جاسر مصطفى وفيديو جديد وجاي توكس وبما اني قررت اني انا اسجل او قررت وسجدت وخلصت في الماستر في جامعة قطر فاكيد راح اقززكم واجننكم صير انزل عن موضوع الدراسة في جامعة قطر لانو صراحة في مجموعة منيحة يعني وعدد منيح لبأسة به من الناس بيسألوا عن موضوع الدراسة في جامعة قطر وعن الماسترز وعن التخصص اللي عم بادرس اللي هو ماسترز أوف ساينس ان انجينيرنج مانجمين لا يدخل بالفيديو الناس اللي سألتني عن فيديوهات التوظيف والوظائف هل راح تفطل تنزل لا راح انزل بس الفترة هاي مركز على اشياء ثانية فاللي بدور على وظيفة او اللي بدو يشوف اعلانات الوظائف اللي بنزلهم تقدر تروح على جروب فيسبوك حوطر لك اللينك تابعه في صندوق الوصف وهو جوبوبوبورتونيتيز او اوبورتونيتيز جوب جي او بي سبيس او بي دوت هذا هو اسم لجروب وحط اللي بتبعه في صندوق الوصف تقدر تروح عليه عم بنزل تقريبا كل يوم او يومين اعلان من اعلانات التوظيف اللي عم بتمر عليه اللي بشوف انها مفيدة واللي هتكون عم بتضيف اشي او اللي عم بتأكد ان هي ممكن تساعد ناس في موضوع التوظيف شغلة ثانية لا تنسى تمر على الموقع تبعنا www.gsubai.com وشوف اذا عجبك اشي اشتري خلينا نرجع لموضوع الفيديو وخلينا ندردش شوي عن موضوع ايش هو التخصص اللي انا درسته ما حكي كثير عن تقصيله يعني شو هو الضبط لكن حننحكي عن الماسترز في جامعة قطر الساعات المعتمدة المواد اللي عم تنزل بهذا التخصص وكيف عم تنزل خلال الفصول الدراسيه الاربعة والسنتين اللي هترح تدرسهم في دولة قطر وإيش الابشنز الموجوده وخلينا نبلش طيب انو عم نحكي عن المواد اللي رح تدرسها وعن تخصص لما ماسترس بتخصص معين أو بتخصصات معينة في جامعة قطر فأكيد بتخيل انه مهم كثير اني انا احكي لك انه عدد الساعات اللي على الاقل لازم تنجزها عشان تخرج من الماسترس في جامعة قطر خلينا نحكي اندينيري ريك مانيك فهو ستة وثلاثين ساعة معتمدة وهدول ستة وثلاثين ساعة معتمدة فيه لهم تو اوبشن الأول انه تاخد تيسز اوبشن والثاني انك انت تروح مع لبروجيك اوبشن وهنا نحكي عن تفاصيلهم خلال هذا البديل الثلاثين ستعمل بحث وهذا البحث وزنه الدراسي ست ساعات معتمدة وفي البروجيك اوبشن ستعمل بروجيك بدل البحث ورح يكون فيه كومبريهنسيف اجزام لازم انك انت تقدمه في الخيار تبع لبروجيك وفيه خصائص لبروجيك اوبشن وفيه خصائص لثيز اوبشن وميزات كل واحدة فيه ناس تحب تروح مع هذا الابشن وفيه ناس تحب تروح مع هاد الابشن الآن مدام عرفت انه فيه عندك ثيز اوبشن وعرفت انه فيه عندك project اوبشن فانت لازم تعرف انه فيه عندك من المواد اللي راح تدرسهم فيه اسمه core courses وفيه اسمه elective courses وفيه focus area courses الآن فيه الاثين من التخصص تبعك بح نحكي انه شو المواد اللي راح تنزلهها خلال الهوصول الدراسيه لقد تقول لك أن هناك 2 أجهزة 1 كوركورس 1 كوركورس 1 كوركورس فأنت شو اللي بتنزله من الكوركورس لازم تقطعه وتخلص 18 ساعة معتمدة ومن كوركورس لازم تخلص 12 ساعة معتمدة ورحكي لك مين هدول ومين هدول والثلاثة كوركورس اللي أم نحكي عنهم فيه الانجنيرينج مانجمينت الأول هو الوجيستيكس والسفلاي تشين والتاني الابراشن والتالت الكنستركشن أنا واحد من الناس على الأطلب وأنت сторث مع الانجل كيف سأضر فيه و pressing السلفاء من المطخص المطخص into مجتمع على الأغلب سأذهب بما أننا دخلنا الكثير في موضوع المواد فكرنا أذهب في هذا الفيديو تروح على موضوع شو هم الكورب كورسيز اللي انت لازم تدرسهم في الماسترز ونروح كمان شو الستادي بلان اللي انت لازم تمشي فيها او التي ينصح ان تمشي فيها من الجامعة الكورب كورسيز هم ست مواد وهدول ست مواد كل واحدة بثلاث ساعات معتمدين فبطلع التوتل تبعك عبارة عن 18 ساعة وينصح انك انت لما تدخل على الماسترز بلش تسجل من هدول المواد يعني اذا سجلت ثلاثة منهم زي ما انا عملت الفصل الاول يمكن ثلاثة الفصل الثاني بطلع عندك الفوكس ارياز ما باخروك في التخرج لانه 18 ساعة از امس تتخلصهم زي ما هم ما فيهم اوبيشنز ومن هدول المواد الستة وهحكي لك الستة كلهم المادة الاولى بزنس فونديمنتلز فور انجينيرينج مانيجرز وهاي مادة انا منزلها خلال هات الفصل دكتورها زي العصر والمادة صراحة لطيفة وحبابة لكن بتخيل مش كل المواضيع اللي عم نمشي فيها هي لها علاقة بشغلي فيمكن موضوعين او ثلاثة كثير اهتم فيهم وكثير استفيد منهم والباقي يعني يمكن بس اعرفهم معرفة المادة الثانية من الكور كورسيز واللي هي برضو انا قاعد باخدها حاليا اللي هي بروسس امبروبمنت تكنيكس او بروسس امبروبمنت تكنيكس اللي هي كيف تحسن العملية اللي باقي تشتغل فيها والنجاز تابعك وبرضو باخدها مع دكتور يعني امرتها مية مية وصراحة بتخيل انها من المواد اللي كثير انا لازم احتم فيها لانها لها علاقة داريكت في البوزيشن اللي انا بشتغل فيه حاليا في الشركة اللي انا موجود فيها مادة الثالثة من الكور كورسيز و الي هي بروجكت مانجمنت البروجكت مانجمنت حتى في ناس سألوني يعني انت رايك تدرس ها 유انجيني排واب منتا تاس�을 اقض بروجكت مانجمنت صح لا البروجكت مانجمنت هي عبار عنا مادة واحدة من كل هذا التخصص اللي هو الانجيني夠الينا الحمد هو الى انا باخده اللي هني مخلص الريق من الريقى فبتخيل انه رح تكون مصطلحات او التимерيات تبعها والث threatened that might be used in due vida انا اكون فاميلر معها فتكون سهلة بالنسبة للي فان شاء الله يعني دعواتكم والمادة الرابعة من الكوركورسز او برودكشن اند اوبريشن مانجمنتها لسه ما اخذها فما بعرف شو وضعها بالمرة والمادة اللي بعدها واسمها كثير طويل انا عم باخدها هلأ هاي اللي ابصر من شهر الثمانية عم بدروسها اللي هلأ ما احفظت اسمها فرح نقرأها مع بعض انا كاتب اسمها قدامي وهاي المادة هي انتربرايز انفرميشن اناليسس ان بزنس ابليكيشنز هالمادة فيها قصة يعني لطيفة جدا 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 لما حكيتها الاختي ما صدقت انه هادي دي الموضوع احنا قاعدين ندرسه كان فيه في المحاضرة الماضي اللي اخذناها الاسبوع الماضي الموضوع انه الاكتيفتيز اللي لها علاقة بعض اللي بتأثر على بعض ودراسة هاي العلاقات يعني الناس انا شو اسمها بالظبط اشي اسمه اشي لوبس او هاي بتمثل القاقات للاكتيفتيز مع بعض مالك unos طول تسرا المهم فكان من الامثل البسيطة اللي بشروح لنا ايها الدكتور عشان نفهم الموضوع الاقاعد يحكي لي Certificate مشتع بอก انه اذا زاد عدد الدجاجات فبيزيد اعداد البيض اللي أ максимيتها الدجاجات فبيزيد اعداد الدفريق فبيزيد اعداد السيصان فبتالي حكما اد من بعد هنا تقديم اعداد الدجاجات. واله الحكماً راح يزيد معك عملية دعس الدجاجات في الشارع. دي الدجاجات اللي ينترس في الشارعhin ينترس فيوك فمدام زاد على الدجاجات اللي عدد الوفيات بين الدجاجات يا حرام فراح يقل عدد الدجاج فراح يتقل عدد البيضات فيقل التفريق فيقل السلسان فيقل الدجاجات اللي هم كانوا زيدين في الأول نتذكرهم المهم يعني احنا 21 مهندس في القاعة وكلنا اللي مشتغل في المانجميلة اللي مشتغل في البيض الكونستركشن واللي قرفاء الحاله أساسا وضيحة الدكتور يقنعنا بهذا المثال خلال المحاضرة اللي ترالي عاد المثال 19 مرة المهم بالاخر يعني يمكن احنا سلكنا يعني ولا احد فينا اقتنع في الموضوع بس هو يعني صراحة المهم مع ان ابطوط تستير المادة رقم ستة من الكول كورسز اللي موجودة في الانجينيرين مانجمنت ديزيشن تكنيكس اند ديتا اناليسس هيك احنا مكون حكينا عن ست مواد في 18 ساعة وماتمانين اللي انت إز ممست انك انت تخلصهم طيب نروح للفوكس ايرياز ديفنت لي ما احكينا كل الفوكس ايرياز في هذا الفيديو رح حصير كثير طويل فبنحكيهم في مكان منفصل لكن اللي رح ابلش احكي لك هي انه ايش هي الفتادي ببلان من الجامعة اللي بينصحوا انك انت تمشي فيها خلال الفصل الاول بده تنزل ثلاث مواد كور كورسز فصل اثناني ثلاث مواد كور كورسز هلا بنحكي شو هم ففي الفصل الاول يفضل انك انت تنزل process improvement techniques وهي اللي انا ما اخذها والمادة الثانية رح تنزل cost estimation analysis and contract management والمادة الثالثة اللي رح تنزلها خلال الفصل الاول من السنة الاولى management of information systems هلا هتنصح فيهم مش شرط التزمية في المئين الفصل الثاني من السنة الاولى رح تنزل project management production and operations management وaddition technique and data analysis هلا هي كنت بتكون خلصت السنة الاولى بفصلين كاملين بتروح على الفصل الثاني او عفوا الفصل الاول من السنة الثاني رح تنزل مادتين اسمهم track based courses اللي هم i think انهم focus areas courses وراح تنزل معاهم thesis one او master thesis one والفصل الثاني رح تنزل كمان two track based courses وراح تنزل معاهم مادة الماستر thesis فقط لكن تكون خطأ لانه مستفع في الماسترس لكن تحكي لك انه ادير بالك فيه مادة في الاندسترية الانجنيرينج عايدات انه كل الانجنيرز ماخدينها يمكن بس الاندسترية الانجنيرز هم اللي ماخدينها الناسي اصلا شو اسمها فمنشيق عليها اللي ترون بس هاي از قمصت انك انت تاخدها بتكتسأل وتتأكد انه اذا لازم تاخدها عشان ما تأخر تخرجك وفج هاتكتشف انه في مادة انا ما اخدتها هاي اضافية يعني من هاج حلاقة في كل الموضوع اللي قاعدين نحكي فيه بعد ما حكيت لك شو thesis option بدي احكي لك شو ال project option ال project option هو تيبكلي نفس ال thesis option اللي موال نفسهم في السنة الاولى السنة الثانية هي اللي رح تفرج معك السنة الثانية رح تاخد two track based courses وراح تاخد معهم واحدة مادة elective بدل ما تاخد الماستر thesis 1 وفي الفصل الثاني في السنة الثانية رح تاخد كمان two track based courses رح تاخد معهم ماستر project وهيك تكون قدمت العلم تبع ال project option اللي موجود في الماستر في التخصص اللي قاعد بتدرسه وهيك عطوفتك تكون اعرفت انه الفرق الوحيد بين thesis option و project option من ناحية المواد هو انه thesis option رح تنزل thesis بمادتين هم عبارة عن ست ساعات معتمدة والبروجيك ابشر رح تكون في comprehensive exam ورح تكون في عندك project بثلاث ساعات معتمدين وماده elective بثلاث ساعات معتمدين هيك خلصنا كل اللي بنا نحكيه في هذا الفيديو اي تنك انه بكفي وذا اصلا انت وصلت هون فانت بتكون وضعك مية في المية وواضح انك انت مهتم انك تسجل او تعرف عن موضوع الماسترز اتمنى ما يكون الفيديو كانت جيل عليكم ان شاء الله انه يكون مفيد او حدا يستفيد منه على الاقل قبل ما اطلع من الفيديو الناس اللي بدها تشوف وضائف فعلى facebook group job opp اللي هي job من book وop اللي هي o pp من opportunity او احط اللينك تبعها في صندوق الوصف واذا لقيت انه الفيديو اللي عم نحكي فيهم مفيدين فاي شير وسبسكرايب وانجوي ومر على جيسوباي.com اذا عجبك اشي اشتري من هون لاشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني ضلوا بخير وسلامة حاولوا تزيدوا معلوماتكم قد ما تقدروا وسلامة موسيقى